دائماً بسم الله نبدأ أنت معنا في مقرر تنظيم حاسبات اثنين ومازلنا في الباب الأول Central Processing Unit وفيه نذهب معاً إلى الدرس التالي Chapter 1 Lecture 22 Numerical Compare Example قلنا في الدرس السابق أننا نستطيع أن نفهم ال Conditional Branch Instruction إذا اشتغلنا على مثال حقيقي أمامنا الآن مثال لشرح ال Compare Branch Conditional Instructions الدائرة إلى اليمين هي الدائرة التي شرحناها سابقاً وهي تتكون من 8-bit ALU ومن Status Register هذا هو XOR Get و Check for Zero Output ما هو عمل ال ALU وحدة الحساب والمنطق في الحاسب هي التي تجري العمليات الحسابية والمنطقية بما أن العملية التي نحن بصددها هي عملية Compare بالطرح فهي عملية حسابية لذلك تدخل To Operance A و B إلى ال ALU ويقوم بالمقارنة بينهم بإجراء الطرح A-B بعد أن يقوم ال ALU بإجراء العملية يتم تجديد محتويات الStatus Register أي تدخل قيم جديدة إلى ال-V وال-Z وال-S وال-C لنفرض أن ال-A هي هذه Let A equal 1-1-1-1-0-0-0-0 وأن ال-V هي هذه Let B equal 0-0-0-1-0-1-0-0-0 كيف يتم تجديد محتويات ال-Status Register بمقارنة هذين المدخلين طيب المقارنة بالطرح وقلنا أن الطرح هو عملية جمع لل-Tatus Compliment لذلك كتبنا A كما هي هنا نفس ال-A المعطار ولكننا هنا كتبنا Tatus Compliment of B وأنت تعرف كيف تحصر على الطوز Compliment تأتي بال-Once Compliment أولاً ثم تضيف له واحد وأنت أيضاً تعرف كيف تأتي بال-Once Compliment ال-Once Compliment هو عكس مباشر للبيتس الموجودة في الرقم B إذا كانت B هي هذه بإبار وهي ال-Once Compliment هي عكس مباشر للبيتس ثلاثة أصفار تصبح ثلاثة واحدات واحد يصبح صفر الصفر يصبح واحد واحد يصبح صفر والصفرين يصبحوا واحدين هذا هو ال-Once Compliment إذا أضفت واحد لهذا ال-Once Compliment تتحصل على الطوز Compliment الذي تحصلنا عليه هنا هذا هو الآن عملية الطر أصبحت عملية جمع إذن نجمع هذين الرقمين صفر زائد صفر 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 زائد صفر 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 زائد واحد واحد صفر زائد واحد 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 زائد صفر واحد واحد زائد واحد صفر ومعانا الواحد أو كاري واحد واحد زائد واحد زائد واحد واحد ومعانا الواحد واحد زائد واحد زائد واحد واحد ومعانا الواحد آخر كاري إلى اليسار هو C8 اللي قبله C7 واللي قبله C6 وهكذا حتى نصل C0 ناتج الجمع هذا هو ما يخرج من ال-ALU إذن يطلع من ال-ALU هنا 11 0 111 00 وهذا يماثل F0 حتى F7 لذلك كتبنا داخل ال-ALU أنه يحتوي على bits من F0 حتى F7 الآن نرى كيف يتم تجديد قيم ال-V وال-Z وال-S وال-C داخل ال-Status Register نبدأ بال-C ال-C تأخذ قيمة ال-C8 مباشرة هذه هي تأخذ قيمة ال-C8 ماذا كانت قيمة ال-C8؟ هذه هي ال-C8 قيمتها واحد إذن C تساوي واحد ال-S تأخذ قيمة ال-F7 مباشرة ال-F7 هو آخر بيت إلى اليسار في النتيجة هذه هي النتيجة فهذا هو ال-F7 إذن ال-S تأخذ قيمة ال-F7 وهو واحد أيضا S تساوي واحد ال-Z تأخذ قيمة الواحد إذا كان ناتج المقارنة كله أصفار وبما أن هذا ليس هو الحال هذه المقارنة هذا هو وليس كله أصفار إذن Z تأخذ القيمة صفر Z لا تأخذ القيمة واحد إلا إذا كان ناتج كله أصفار ال-V هي ناتج ال-X-R بين C7 و-C8 C8 بواحد و-C7 أيضا بواحد إذن كأننا نعمل X-R بين واحد وواحد الناتج صفر إذن B أيضا صفر ومرة أخرى نذكر أن X-R لا يعطي ناتج واحد إلا إذا اختلفت المدخلات بالنسبة له إذن بعد المقارنة بالطرح نقول أن C equal 1 because there is a carry out of the last stage وهو carry 8 و-S تساوي 1 because the leftmost bit is 1 وهو bit F7 و-V و-V تساوي 0 because the last two carries اللي هما C7 و-C8 are both equal to 1 وطالما أنهما الاثنين equal to 1 فإن ناتج X-R بينهما هو صفر و-Z equal to 0 لأنه result is not equal to 0 لأنه ناتج المقارنة ليس يساوي صفرا الآن عملنا المقارنة طيب ما هي ال-conditional branch instructions التي تلي هذه المقارنة هذا يتوقف على نوع A والB هل هما signed binary numbers ولا هما unsigned binary numbers نحن سنفرض الحالتين ونشوف ما هي ال-conditional branch instructions التي تترتب على ذلك طيب مواصلة لل-neumerical example الذي نحن بصدده قلنا أن A تساوي هذا الرقم ال-binary و-B تساوي هذا الرقم الآن هناك احتمالين أن يكون هما unsigned الاثنين ولا هما signed numbers نفرض الافتراض الأول assuming أن A و B are unsigned numbers ليسوا مؤشرين وبالتالي بداياتهم إلى اليسار بالصفر أو بالواحد لا تعني شيء بالنسبة للعلامة بهذه الحالة المكافئة العشري لل-binary A هو 240 وفي إمكانك أن تتأكد وذلك بتحويل A من binary إلى decimal والمكافئة العشري لل-binary B هو 20 وأيضا يمكنك أن تتأكد طالما أن 240 أكبر من 20 إذن A أكبر من B وأيضا طالما أن A أكبر من B إذن A لا تساوي B وصلنا إلى هذه النتائج لأننا باستخدام جداول ال Conditional Branch Instructions نستطيع أن نعرف ما هي التعليمات التي ستترتب بعد مقارنة A وال B The Instructions that will cause a branch after this comparison are هيحصل PHI Branch if higher لماذا؟ لأن A أكبر من B وحيحصل PHE branch if higher or equal ليش؟ لأن A أكبر من B أحد الشرطين تحقق if higher or equal فتحقق شرط ال higher ويمكن أن يحصل branch if not equal لأن ببساطة A لا تساوي B وهذا هو الشرط كل هذه الشروط تحققت وبالتالي يمكن لأي من هذه ال branch instructions أن تتبع هذه المقارنة هذا في حالة فرضنا أن A وال B unsigned أما إذا فرضنا أن A وال B signed binary numbers assuming A and B are signed numbers فإننا أيضا نجد المكافئة العشري لكل منهما المكافئة العشري للا A هو مين 16 الآن فرضنا أن A و B signed إذن العدد الذي يبدأ بالواحد في signed binary numbers واحد إلى اليسار هو عدد سالب ونعرف أن الأعداد السالبة يعبر عنها بال Tooth Compliment إذن القيمة المعطلة للا A وهي 1 1 1 1 0 0 0 هي Tooth Compliment للرقم لأنه نتعامل مع signed numbers لذلك نحتاج أن نأتي لها بالtooth compliment هي نفسها حتى نعرف المكافئ العشري ويطلع minus 16 أما بالنسبة لل B فبما أنه يبدأ بالصفر فهو موجب هو signed binary number لكنه موجب بسبب بدايته بال 0 0 إلى اليسار وبالتالي المكافئة العشري هو 20 أيضا مثلما لاحظنا في الفرضية الأولى الآن نحن نقارن minus 16 مع موجب 20 minus 16 أصغر من موجب 20 وهذا طبيعي إذن A أصغر من B وطالما أن A أصغر من B فإن A لا تساوي B بالطبع وما هي الbranch instructions التي يمكن أن تترتب على هذه المقارنة هذه هي قد يحدث BLT branch if less than لماذا أننا وجدنا أن A أصغر من B وقد يحدث branch if less than or equal لماذا لأن A أيضا أصغر من B تحقق جزء من الشر وقد يحدث branch if not equal لأن A لا تساوي B لأننا افترضنا في الفردية الثانية أن العرقام A وB هي signed binary numbers سنذهب إلى الجدول الخاص بال signed binary numbers conditional branches ونجد أن هذه التعليمات التي غد تترتب على هذه المقارنة هي BLT أو BLE وBNE بينما كانت PHI وBHE وBNE الفرضية الأولى أرجو أن يكون هذا المثال قد وضح كيف نجري مقارنة بين two operands بعملية الطرح وكيف نعرف ما هي التعليمات البرانش التي تترتب في كل حالة حالة اعتبار الأبرانز unsigned binary numbers وحالة اعتبار الأبرانز signed binary numbers وإلى الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر